موسر عايدة موسر عايدة بلا عرفتني مدام شرائة يا انا بحبك كتير بتضحكني بتشيل الهم على القلب بشري في منترك مناطرة وانا كاي منترك مناطرة اه لكن هيتا نحدد مود لننطر بعد عالفادي اح يا موسر عايدة عالجدل زي عاملوا منك دوا دوا هيك بيريح النيه بيخفف عنا شوي يارات يعملوا منك هكذا حبوب أو سيرو يا خد عبان يا هلك شو مهدوم يا عمي ليه بقولوا عنك فرد شقفة شايف بحالك فرد شقفة؟ كتير بسمع بقولوا عنك فرد شقفة معانو انا بلو اللاي عم يدا بيجي ثلاث شقف بيتركب وانا بقضو بدي اسألك سؤال انت بتبكي؟ انو بتزعل؟ لا انا لا انا غيري لزيت كل يفرام وخلص بمشي انو اكيد بزعل من ان انسان لأ قصدي انو لا سمح الله تنقول ما تلك حدا لا سمح الله وانت بك تطلع المسرح كيف قادر تطلع المسرح؟ هتضحك الناس انا بسأل حالة دايما يا سعاد اه صراحة بحس انو ما نادر بس هدا التزام بتطلع وبتطلع انو لأ قادرة وبينبص الناس وبتنسين همومن وانا بعمل كير شخصيا وببعد عن عن الشي اللي زعجني وبتحك انا كمان من قلبي يعني دواء هيدا اي بارك ما قلتلك ايه هديجها دواء بس اذا رفعوا قداما عن الدواء يعني رح يصير دواء بيوجه يعني لم قدو بطلعشان دواء بيوجه بدل ما يريح هلا هو انتبه لانا اعتبر انو وجد هالدواء ما بديك اللي عم بيحضر يكون رادي ياخدو اه لا هلا هون انت وش هطارتك انت بدك تسحبه من هالمقزك اللي هو فيه لما دواء مش راقة بنسحب بس انو بالبناء صار بديك بلانك وتتسحبه للواحد من من الجورة برافو عليك لانو ليك بالبلاد المتحضرة بعماركا مسلا لوك ازا هوا قوي طباش لك باب البات بحطولك بسيكولوج 3 شهر بناء محدا كله لي بيخبرك قصه وين في منه هون ! على المصيب ما هدا قسقلان علينا هلا بالنهايه كل نزلي في قباله طلعه اه وكل زيكزاك في قباله جالس وكل زقفي في قباله رأسه مع هون الي احنا كل نهار من قوله بس هادول بيشفعه طب شو منعمل بنستسلم لا اكيد براح نستسلم اصلا انا عندي ديفيز بتقول من سيت فاس دي منيو قانتينه كمم ترسل دقائم أنت قلتيا وأنا بشد عقيدة آي بالحياة كل شي بيبليش صغير ومع الوقت بيكبر إلا الحزن بيبليش كبير ومع الوقت بيصغر برحب كل الأشخاص اللي قرروا ينضموا لقلنا بحلقة جديدة من بيروت تحكي ميناء الـ USG ضمن مبادري ترعي ستو بلوم كل كسر يهون إلا كسر الفقد وكل وجع يهون إلا وجع الفراق الأبدي وأصعب ما في الموت وجع الفراق ويبقى السؤال كيف ننسى ونحن في صراع مع الحزن كيف نتخطى وجع الموت ولنحكي أكتر بالتفاصيل بيسعدني أصطديف المعالج النفسية والأستاذ الجامعية بجامعة القديس يوسف بروفاسور شانتال منصور أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة من بيروت تحكي ميناء الـ USG مرحبا أنجيلا ومرحبا للمستمعين شانتال اليوم حضرتك ضيفتي لنحكي كيف ممكن نتخطى وجع الموت بش بس كمعالجة نفسية ولكن أيضا حضرتك اختبرت هالشعور وفقت ولدتك بانفجار مرفق بيروت أول شيء الله يرحمه وبشكريك لوجودك معنا اليوم شكرا شانتال قبل ما نحكي عن تفاصيل تجربتك الشخصية مع الفقد والوجع اللي عشتي بدي أسألك عن الحداد بعد ما نفقد شخص عزيز كيف يفترض أنه نعيشه بدون ما يتحول إلى حالة معقدة هلأ هو أنجيلا الحداد هو مرحلة طبيعية كل شخص بيفقد شخص عزيز عليه يحيقطع فيه وهيدي المرحلة بالتعريف باللغة اللاتينية الأصل هو أنه وجع الوجع بده يرفقنا بوقت معين وأكيد مثل ما تفضلت وقلت بأول المقابلة أنه بده يزول ما راح له رح نحكي عنهم بس أكيد الوقت يلي رح يبقى فيه الشخص حديد هو بيختلف من شخص لآخر يعني فيه مناسبات فيه أعياد فيه أوقات كتير يحتكون صعبة خاصة بأول سنة من الإحداد لأنه المناسبات الأنيفرسرات والآياد بيكونوا متكررة وبيكون هو منه قبلين وحيسس بالزنب أنه هو كيف بده يعيش هو للمناسبات وهيدا الشخص منه موجود بس مع مرور الوقت وحتى منتوقع أنه تاني سنة وقت بيرجع وبيقطعوا المواسيم ربيع، صيف، مناسبات آياد ساعته هو بيتأقلم وبيقبل إلى حد ما أنه هو يرجع عمر حاله بدون ما يكون هيدا الشخص موجود هلأ نحنا بعدنا عم نحكي عن الحداد الطبيعي بس أول من حكي عن الحداد هو فرود وأكيد الفرود حكي أنه فيه مرحلة طبيعية بس كمانا بيوصل إيام الحداد لمرحلة معقدة وقت منقول معقد يعني نوعية الحداد هي بتصير مشكلة الشخص يبين غلق لزيته بيتطرف كتير يعني بيصير يقعد مع ملابس الشخص اللي عم بيفقده بيرجع بيضبط له تخته بيروح على المدافين بيضمه كل الوقت كأنه عيش مع الشخص يلي راح وما بعمر زيته ومن هالناحية هيدا ساعتها بيصير يمكن يروح لمرحل كأيبة أو حتى فينا نقولها زيين ولأجل هالشي أكيد ساعتها هو بيستلزم استشارة طبيب نفسي أو معالج نفسي وإذا الحالة ما كانت مرضية ممكن هون يلجأ إذا عنده كريزة وجود يعني شو أصل الحياة وشو أصل الموت وليش بعدنا عايشين ساعتها فيه يلتجي لمرشد روحي بس أكيد المرشد روحي بده يكون عنده الكافياء والخبرة ويقدر يفصل بين وين الحالة المرادية حتى يروح الشخص عند متخصص أو يبقى بإرشاد روحي كلاسيكي ياريت نحكي أكتر بالتفاصيل عن المراحل اللي من مر فيها لما نعيش حزنها الأد كبير وأدي كمان في نوع من الإنكار بأول أيام العزاء هلأ المراحل الطبيعية وفيه طبيبة نفسية إليزابات كيبراز حكيت بـ 1960 عن هالشي عن هالمراحل ومن بعدها كتير حكيوا تقريبا نفس الشي ومثل ما تفضلتي وقلتي الإنكار هو أول مرحلة وهو كأنه الشخص لأنه تحت الصدمة بحس حاله كأنه عم بيشوف فيلم أو كبوس كأنه هيدا الشي ما بده برافض إنه ينواجد ويمكن الدمار هون بيفرز يعني بيخلي كأنه الإنسان يتخدر تما يحس شو عم بيشوف بس هاي المرحلة طبيعية وبتقطع ومنفوت بمرحلة غضب غضب وأحساس بالزنب غضب بمعنى إنه ليش في ظلم ليش هيدا الشخص راح ليش أنا بعدني طيبة أحساس بالزنب إنه كيف بدي أكمل بدون ما يكون هيدا الشخص موجود وهي المرحلة كمان طبيعية وبتقطع هلأ تجي مرحلة من بعدها هي مرحلة التفاوض يعني كأنه أنا بصير قاعدة وعم بشارع الصورة عم بروح على المدفن عم بتفاوض مع الشخص يلي راح كأنه بده أرجع استرده بس أنا صرت أعرف جوية إنه وقفي أعمل شي ومن هيك هيدا الشي بيجرني لمرحلة كتير كتير صعبة وهي مرحلة الديبراشن يعني ديبراشن بمعنى إنه كقابة كتير قوية الوجع بيصير كتير كتير قوي ما بقعد فينا إلا نستدرك إنه ما فينا نعمل شي يعني نزرقنا ما فينا نعمل شي ومن بعد هاي المرحلة يلي كمان بتقطع نوصل لمرحلة القبول يلي هو خلاص لازم نقبل ولازم نعتبر إنه بدنا نرجع نعمل حالنا ونرجع لمكوماتنا الزيتية لكافياتنا الرسورس دو فيه تبعولنا ونرجع نقلع الحياة جديدة هلأ وقت منقول هول مراحل مش معناتها إنه تراتوبيتهم هي هيك يعني في أشخاص بيوصلوا عمرحلة القبول بيرجعوا لورا إذا بدي إليك يعني قد ما فيه طلعات ونزلات فيه طلعات ونزلات ومتل موج البحر يعني بالنهاية طالعين نازلين لحديد ما إنه نتقبل إنه هول مراحل رح تنواجد نعم ما فيه بحكوغ معي يعني من عيشه كل شخص حسب هو يعني كيف بعيشه ياريت شانتال تخبريني عن تجربتك الشخصية وكيف عشت هالوجع من بعد ما فأدت ولدتك بانفجار مرفق بيروت وشو المشاهد اللي فعلا ما ممكن تنسيه سؤالي كتير صعب أنجلة ويحجر يبجيوب عليه بهيداك النهار كنت أنا ولدتي ببيتنا بالجميزة وشربنا فنجان القهوة مثل العادي على ساعة خمسة ما كنت عارفة إنه هيدا آخر فنجان قهوة ومن بعدها مثل العادي بلشنا نطلل المسبحة الوردية وكنا حاطين تلاليوميار وبس طلع أول ضرب قلتلع يمكن هاي تيارا وهاتلا نزيحها نشباك لأن كان في أزيز ورانا زحنا ورحنا على المكان يلي مش بعيد بس هو إذا بدي إليك يعني أقمن مكان بالبيت وكنا كل حياتنا عجم ميزة كل الحرب اللبنانية هونيك نروح نتخبه حتى الجيران كانوا يجوا يتخبه فما كان عنا إحساس إنه نحنا ما كنا بأمين وقت طلع الإنفجار أنا ربط يمكن شوي للحظات عن الوعي بس بس وعيد شفت إنه والدتي على الأرض وهي أولادي كانت متوفية بنزيف حد بدماغ وأنا كانت كلني دم وعم بنزوف كتير وإيدي كتير كتير مدمرة وكأن شبه مفصولة عن بعضها هيدا المشهد ما بنسي والمشهد الثاني هو لأنه كان في صعوبة أشخاص يجوا وأمبلانس وهيكي في سيارة وصلتني على ساحة ساسين ونزلتني ما قدرت تكمل معي أكيد كان وضعي صعيب وكنت ما بقى عندي طاقة لأنه كنت كتير 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 نزفت من بعد ساعات فحسيت بوقتها إنه لابل ما تيجي سيارة تاني يمكن أبقى على الرصيف وموت هناك بساحة ساسين وهيدي المنطقة هي منطقتة وعشت فيها كل طفولتي وكانت منطقة آمنة ما تصورت إن رح أوصل هيك فهول المشهدين أكيد بس أكيد الله كان معي وفي سيارة وصلتني على المستشفى اللي قدرت تستقبلني بهالوقت البالفو ودكتور فلاح بشهور هو يعني اللي عمل لي العملية بلاحظتها بالليلة زيتا لو ما منه كنت كمان فقدت إيدي وأكيد يعني الأرايب العيلة الأصحاب الزملاء بالجامعة وبرات الجامعة الفيزيوترابوت كلهم ما حدا تركني ولو ما هيك يعني أنا ما كنت اليوم أكيد عم بعمل هاي المؤابة لي سلامتك أكيد وقالله يرحم الوالدة يعني من جديد طبعا انفجار مرفق بيروت كانت أزمة وعلى أمل أنه نقدر نتخطى هالوجع الكبير وتتبلسم كل الجراح شكرا شعطال قد المهنة ممكن تكون أصعب أو أهين لما أخصاء يختبر الشعور هلأ هي سيف زوحدين يعني بالأول حسيتها كتير صعبة خاصة أنه بمطرح ما نحن عنا صورة يعني صورة توت بيسانت أنه نحن قوية لأنه تلك الشخص الثاني يقدر يلتجي لألنا فهيدي تكسرت الصورة وبمطرح ما حسيت أنه الطلاب هني عم يتدرب وبالمستشفيات أكيد هني بحاجة لألي بهالوقت فبعد أسبوعين أنا دوامت مع الطلاب وهني كتير شجعوني وكانوا حدي وكان عندهم التفاة حلوة نفس الشي الأشخاص يلي بيستشيروني الكلايونس كمانا كانوا هني عم بيشوفوا أنه أنا عم بعتي من الضعف قوي وبعتقد أنه كانت يمكن نموذج لألون لأنه هني حبوا يشوفوا أنه أنا ضعيفة وعم بقوة وهيك قويتون وما بعتقد أنه أثر على الشغل وهيدي يمكن اتعلمتها كنت مفكرة أنه هايدي المرونة ما إلا معنى ولازم نضمنا هيك بإيماج بصورة كتير سابتة بس تعلمت من وراء هالصدمة أنه لأ كمان فينا نساعد لو كنا تعبنين نعم بانفجار مرفق بيروت كتار فقدوا شغلون فقدوا أهل وأشخاص عزيزين وفقدوا وطن كيف بيقدر شخص يستمر بحياته بعد ما يكون اتعرض لوجع وصدمة هالقد كبيرة ومثل ما كنت عم تذكري يخلق من الضعف قوة هلأ سؤالك كتير حلو ويمكن بمطرح ما فينا نقول أنه هلأدي فقدين خلص انهيار ما فينا نعمل شي بس بيبقى أنه الزيت نحنا زيتنا ما فقدنا بعضنا طيبين وهو الزيت يلي بعمل حاله يعني كل شقفة منا فيها ترجع توظف حاله وترجع تستعيد إذا بدنا نرجع نعيش هلأ أكيد أكيد السلاح الروحي للأشخاص يلي بيبلوهوا كتير بيساعدون وأصلا الدراسات بيانت قديش التدين بشكل إيجابي بس نستعمل أنه في قوة خارج عنا ونتكل عليها كتير بتساعد بس بالمقابل بدنا نحنا نساعد حالنا ونساعد حالنا معناتها نرجع نبرمج دمارنا يرجع يلقى طوطين الحياة يعني نحنا بالأساس من وقت ما خلقنا بدنا ناكل ونشرب وننام أهم شي نرجع نبل ويرنومنا وأكلنا والأشياء يعني البديئية وإذا كان عنا نشاطات من حبة نرجع لو حيثين أنه نحنا مش قادرين نعملها العشرة آية بتولد ربع ساعة الربع ساعة بتولد ساعة فنرجع نعمل برنامج فيه روتين وهالمكان والزمان اللي حيصير الروتين تبعنا رح يحسسنا بالأمان الأمان كتير مهم ومن هون فينا أكيد ما نسينا الشخص الحديدين عليه بس نحنا رح نزوره بفكرنا وبإحساسنا وبشعورنا بأوقات معينة بس نحس بالشعور بالحزن لازم نحزن ما لازم نهرب من الشعور بالإحساس ونختلي مع ذاتنا ونشغل حالنا بإنه هلأ واجهنا بس مش كل الوقت عم نواجه أصلاً وقت كان الشخص بعده طيب هالشخص ما كان كل الوقت قاعد معنا ولا نحنا كل الوقت قاعدين معه فليش هلأ بدأت تغير المعطيات سلوكنا لازم يكمل بنفس الاتجاه وجود غياب وجود غياب وهيك أكيد ساعتها منقلع لأنه إذا ما عملنا هيك في مشكلة أنجيلا إنه ممكن نروح لحالة إدمان إدمان على الكحول إدمان على المخدرات وهون ما بخبرك يعني هون أخطر مزبوط يعني خلاص مش قصة أنه حالة مرادية أو لا بيصير خلاص يعني صغنا مجموعة بيصير عايش ميت كمان وكأنه وهذه العبارات اللي بتنقال لأهل الفقيد ممكن تقدم مواساة حقيقية وكيف ممكن نساعد شخص عم بعيش شعور الفقد كيف الأشخاص المحيطين يفترض أنه يتصرفوا؟ هلأ الأشخاص بكل نية طيبة بيتصرفوا على طريقتهم وبيلكوا عبارات بس المحزون مثل ما قالنا في عنده مراحل يمكن كون أنا بمرحلة غضب وشخص جاي عم بيشجاني شو بدي أعمل بهذا التجيع يمكن أغضب عليه ما لازم الشخص التاني يزعل مني ويعتبر أنه أنا بمرحلة حساسة فالتواصل هوني يعني بحضور حتى الحضور بدون حكي ساكت الشخص فيه ساعد وبنفس الوقت يعني شو بدي أقولك أنجيلا أنه نحنا بها الفترة الكورونا كنا محتاجين لعبطة لبوسي هيدولي نحنا بالتواصل كتير بيروحوا دايريكتلي مباشرة على القلب ونحنا احترمناهن فهن وسيل التواصل الموجودين هلأني بيكفوا بس نفس الأهم شي أنه ما يصير فيه تناقض ويزعل على أنه هالشخص ما فهمني قد تختلف طريقة التعبير عن الحزن من شخص إلى آخر أصدق المحزون يعني هلأ هو المحزون يعبر على طريقته كل الوسيل كله كله يعني إن كانت كتابة أو رسم أو قراءة أو رأس حتى ما نفكر أنه آه رأسته كيف أنا عم بخدع الميت ولأ بالنهاية هيدا جسمي عم بعبر وكان يعبر بهالطريقة كل الوسيل المهمة وصحية أهم شيء راحا ما يكبت الحزن لأنه منعرف أنه مش هو المسبب الرئيسي بس الحزن فيه يبلوي أمراض جسدية منعرف أنه ارتفاع الضغط الدم منعرف أنه السكري وعدة أمراض مش مسببة رئيسي الحزن بس فيه يكون هو إذا بدك عامل كتير مساعد وهيدا يلي نحنا لازم نخاف منه نعم هل البحث عن طريقة نخلد من خلاله ذكرى الفائد ممكن أنه تريح الشخص اللي عم بعيش هالوجع هلأ كل شخص على طريقته فيه أشخاص حسب تاريخهم مع الشخص الفائد وبيحسوا أنه هني مثلا بحاجة لا يعملوا تمثيل لا يعملوا شي ليش لا بالعكس وبيكون إيجابة ويمكن بيسرع لهم لحدات بس مش معناتها أنه كل شخص لازم يعمل هالشي ما بتتعمم هيدا الشغلة وأكيد يمكن فيه إحساس بالدين لهالشخص أو حتى فينا نقول أنه الإحساس بالزنب إيام بينتهي بأنه خلدنا الزكرة بتمثال معين أو شي بيخلد نعم اليوم حضرتك بنت خسرت أمه بانفجار مرفق بيروت وكتير أشخاص أيضا خسروا ناس عزيزين هل العدالة ممكن تكون عنصر مساهم بالشفاء العدالة أكيد عنصر مساهم وضروري بالشفاء لأنه بنهية في حق وهيدا الحق ضاع واليوم نحنا ما بعرف إذا صدفة بس اليوم تسعة تشهر قطعوا وبنتسأل بعد شو صار يعني وين الحق وشو صار فيه وبنفس الوقت إذا نحنا بدنا نسرع لحدات طيب ما ما في سقة بقى كيف بدنا نعيش وما في أمان وما في سقة وقت اللي أنا ما بعرف بكرة إذا أنا عم بعمر شي وبدأ أخسره وكيف خسرت وليش بدأ أرجع أخسر ويعني الاخسارات أنا حكيت عن اخساراتي في أشخاص ما قدروا حكيوا عنهم واخساراتي بعد يمكن إذا بستذكرها في عياتي اللي نضرع بيته ومش بس بيتي وإمي وإيدي كيف فهوني في خسارات بعد ما عرفنا شو صار فيها والعدالة لا محال هي أكيد بتسري على حداد نعم وبالنهاية هل بيجي يوم فعلا نتخطى الشعور بالوجع كليا أكيد الشعور بالوجع الوجع بحد ذاته بيطيب بس الزكرة مثل ما قال الكاتب الشهير جان دورميسون ذكرة الميت بتبقى بذكرتنا ونشكر قلة أنه عنا ذكرة وفية يعني مثل بمكتبة في عندي كتب الكتب القديمة بتضم صاحبة المكتبة تعطيك إياهن فما نخاف وما نحس بالزنب رح نضمنا عم نتذكرون بس لازم نعيش شانتال أنا بدي أشكريك لوجودك معنا اليوم تانكيو بتحب تضيفة شي أو كيف بتحب تختم على طريقتك تفضلي الكلمة إليك أنا بدي أشكريك لأيلك أنجيلا على الأسئلة وبعتبر أنه هي يعني الرسالة الأخيرة هو أنه نحن منتظرين العدالة بس بانتظار العدالة مش لازم أنه ننسح حالنا وما نعتني بزيتنا لأنه معنى الحياة هو جويتنا والأشخاص يلي حبونا إن كانوا زرار أو كبار شو ما كان عمرهم أكيد ما بيحبوا أنه نكون نحن عم ننقتل مرة تانية مش قادرين نتخطى الحداد أو مش قادرين نعيش بلايهن فلا بال ما نعبر الحياة ونوصل إنه نرجع نلتقى فيهن عنا واجب إنه نكتشف المعنى الحياة جويت زيتنا ونسابقت حتى نكمل من بعضهم أكيد لما نرحل من هالدنى أنا وإنت وكلنا لأنه متل ما منعرف هالدنى فانية أكيد ما رح نحب أنه ننتسى خاصة من قبل الناس العزيزين علينا ورح نحب أنه نكون ذكرة حلوة بحياتهم رح نحب أنه يخبروا عن قصصنا عن إنجازات حققناها لو كانت صغيرة بس المهم كان إليه أثار إيجابة لأنه بهالذكريات بالقصص اللي كتبناها نحن وعايشين على صفحات العمر منثبت من خلاله أنه الراحلين لم يرحلوا بل يعيشون في أرواحنا وكلماتنا إذن اليوم بيروت حكيت وقالت حديد طبيعي وبإمكاننا ما نحوله إلى حالة مدمرة بيروت حكيت وقالت اعتدال المشاعر طاقة بيقدر الشخص يستفيد منها بيروت آلت مسئولية المؤسسات والجامعات والمجتمعات أنه تساعد الشخص المحزون وتشكل بيئة آمنة لهون منكون وصلنا لختم حلقتنا لهالأسبوع بشكر متابعتكم موعدنا بيجدد الأسبوع المقبل مع مواضيع جديدة بحوارات مبنية على أبحاث ودراسات لأنه نحن جيل سلاح العلم نحن جيل تلبق له الحياة ترجمة نانسي قنقر